الخامنئي قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن الشيخ المفيد وهوية التشيع كتاب الخامنئي أنوانه الشيخ المفيد وهوية التشيع كتب خالد توفيق مايلي التنوع الهائل في الدائرة الشيعية صار يشكل خطرا على هوية التشيع الاثنى عشري ويهدد بتذويب مكوناته إلا أن يقول انطلق المفيد مؤسسا ومميزا وناقدا مؤسسا يشيد مقولات التشيع على أسس استدلالية برهانية تستجمع للمنتمين إلى المذهب نسقهم الموحد في أصول العقائد وفروع المؤتقدات وفي الكلام والفقه ومميزا يضع الحدود بين التشيع الاثنى عشر ويرسم خطوط التفاصل مع بقية التنويعات في الدائرة العلوية الشيعية من جهة ومع الاعتزال بالذات بالذات يعني خارج هذه الدائرة من جهة أخرى وأكد الخامنئي دور الشيخ المفيد في ترسيخ القواعد الفكرية لمذهب أهل البيت كما تحددت معالمها في جهود الشيخ المفيد ومدرسته وقال اختط المفيد مسارا جديدا بين عقلانية المعتزلة المطلقة ومن اتبعهم من الشيعة أمثال بني نوبخت وبين طريقة الصدوق الحديثية وكان له حضور دائم في المسار المعرفي الغني المستمر لفقه وكلام مدرسة أهل البيت بما وضع من قواعد كانت بمنزلة حجر الزاوية في حركة هذا البناء المنيف وأضاف الخامنئي إن الشيخ المفيد لم يكن في سلسلة علماء الإمامية متكلما بارزا وفقيها رصينا وحسب بل كان أرفع شأوا من ذلك فهو المؤسس والحلقة الأولى لمسار علمي تكاملي في حقل الكلام والفقه امتدت آثاره إلى اليوم وتجلت في كيان الحوزات العلمية الشيعية المعاصرة التي ظلت تحافظ على خصائصها الأصلية وتتماسك في إطار خطوطها الأساسية رغم أنها لم تبقى بعيدة عن المؤثرات التاريخية والجغرافية والمذهبية وقال الخامنئي نحتاج أن ندرس الدور المؤثر والحاسم للشيخ المفيد على صعيد القضايا الثلاث التالية واحد تثبيت الهوية المستقلة لمذهب أهل البيت اثنين التأسيس لإطار ألمي صحيح في تناول الفقه الجعفري ثلاثة إيجاد الأساس المنطقي للجمع بين العقل والنقل في الفقه والكلام أن كل من الشيخ المفيد وحوزة بغداد الألمية الشيعية في زمانه كان من الظواهر التي لم يكن لها مثيل في تاريخ التشيئ من قبل أو مثل في تاريخ التشيئ من قبل واعتبر الخامنئي الشيخ المفيد الرجل الذي حافظ على استقامة المذهب الشيعي من الانحرافات المختلفة وقال من الأخطار التي هددت الكيانة العام لمذهب أهل البيت عليهم السلام مع بداية عصر الغيبة وبالذات بعد انتهاء فترة الأربعين الأربعة وسبعين عاما التي استغرقتها الغيبة الصغرى وانقطاع الشيعة كاملا عن الإمام المهدي هي الأخطاء والانحرافات التي صدرت بدوافع عمدية أو غير عمدية من أشخاص ينتسبون إلى المذهب وبالشكل الذي يؤدي إلى حث في بعض الأشياء أو زيادتها عليه ومن الطبيعي أن تندس من بين النظرات المختلفة التي تبرز إلى السطح عناصر من اتجاهات منحرفة أو تتسلل مؤثرات من المذاهب الأخرى غير الشيائية الاثنى عشرية مثلا الزيدية الإسماعيلية الفتحية وإلى آخرها مما يقود إلى التأثير على نقاء البناء العام لمذهب أهل البيت عليهم السلام وتهديد ما عليه من إتقان وإحكام بل ربما قادت هذه المؤثرات على المدى الطويل إلى حدوث تغيير كلي في وجهة المذهب ومساره هذه الوظيفة تتجلى في تشكيل التشيئ في إطار نظام فكري وعملي وتحديد معالمه وحدوده العقيدية والعملية وذلك بالاستفادة من الميراث الفذ لكلام أهل البيت عليهم السلام ونصوصهم ويقول الخامني نتبين أهمية عمل الشيخ المفيد بوصفه الرجل الذي أخذ على عاتقه مسؤولية رسم الحدود الواضحة لماذا بأهل البيت فقد بادر هذا النابغة الكبير إحساسا منه بما يقتضيه عصره واستنادا إلى ما له من قدرات ألمية إلى خوض هذا الميدان بحيث أنجز عملا يتسم بالأهمية والحساسية لم يسبقه إليه أحد ويعتبر الخامنئي مسألة الإمامة العلامة الفارقة والنقطة الشاخصة التي تميز هذا المذهب عما سواه من المذاهب والعقيدة التي يعرف بها متبع التشيع أو الشيعي ويقول الخامنئي كان المفيد الشخص الذي ثبت معالم الهوية المستقلة لماذا بأهل البيت عليهم السلام